توتر متصاعد في العاصمة المؤقتة بين التوجه السعودي والمجلس الانتقالي كل طرف بدأ يتخذ إجراءات قد تقود ربما إلى مواجهات مباشرة وربما إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مجددا في المستجدات الأخيرة منعت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا انعقاد اجتماع لفريق حكوميا في قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة وقال مصدر أمني إن قوات الحزام الأمن المسيطرة منذ أغسطس الماضي على مدخل قصر معاشيق الرئاسي في كريتر أغلقت البوابة الرئيسة للقصر ومنعت الفريق الحكومي من دخوله وعقد الاجتماع وأكبرته على المغادرة وأضاف المصدر أن الفريق مكون من وزير التربية والتعليم وعدد من نواب ووكلاء الوزارات والمسؤولين الفنيين وبحسب مصادر مطلعة فإن وحدات عسكرية من اللواء الخامس دعم وإسناد التابعة للانتقال انتشرت في محيط القصر هذه الإجراءات تأتي ردا على ما يقال إنه منع لقيادات الانتقال من العودة إلى العاصمة المؤقتة واحتجازها في العاصمة الأردنية عمان وكان المجلس الانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا قد أكد رفضه المطلق لنشر القوات السعودية أي قوة عسكرية في مدينة عدن وذلك بعد يوم من حالة التوتر الذي شهده مطار عدن بين قوات سعودية وأخرى تابعة للانتقال بعد اعتزام الرياض استخدام قوة عسكرية تم تدريبها في السعودية مؤخرا فهل تذهب الأوضاع نحو حسم بالبندقية أم للجلوس في صوالين السياسة المغلقة؟ اشتركوا في القناة